إن شاء الله راح نستقبل إن شاء الله أول ما ندخل مصباراً للأمل يدخل مدار المريخ راح نقوم بجمع معلومات عن المريخ وإرساله إلى الفريق العلمي المتواجد في مركز محمد راشد أو العالم بمساهمتهم باكتشافات جديدة للمدار راح نحط المعلومات بشفافية للجميع العلماء والجميع راح يكون مشارك لهذا الحدث وهذه المعلومات وإن شاء الله راح يكون فيه ابتكارات جديدة أو أشياء يستفيدون منها في نظام القلاف الجوي نفسه من اسم مصبار الأمل هو الأمل للجميع الشباب العربي إنه ما فيه أي مستحيل فيه أمل أن وصولنا للمريخ هذا أمل للجميع أن ننجز أكثر عن وصولنا للمريخ هذا أمل للشباب الأجياء الأخرى أمل للشعب العربي أمل لجميع اللي يسمعوني إنه فيه أمل أنك تستطيع أن تقوم بهذه العمليات ما فيه أي شيء مستحيل أن نقول وصلنا للمريخ ما فيه أي مستحيل قبل كثير كانوا يقولون وين المريخ وين المريخ وكيف نحن نوصل المريخ إن شاء الله يكون وصولنا للمريخ يكون أمل للشباب أن يتطورون من العلوم اللي عندهم ويكونون فيه تقدم وتطوير مصبار نفس المصبار الأمل تطويره إلى مدارات أخرى أو مجالات أخرى إن شاء الله يكون فيه فائدة علمية كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر